إنا تراباً أئنا لفي خلق شديد أولئك الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أوسل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجابرات وجنات من أعناب وسرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل معظها على معظ في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فاعجبوا قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ شَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سَنَقَ اللَّهُ الْعُفِيمُ ترجمة نانسي قنقر